ولكن طبعا بصراحة شايف ان جمهور الزمالك يعني عنده امل كبير يعني فيه ناس تقولي يعني فيه واحد صحف النهاردة بيقول ايه الامل الكبير كهاز مصر لا هو ممكن واحد يكون بطل في السباق وفاجأة لقدر الله تحصل له حدثة فلما يجي يمشي على عكازين ويبدأ يمشي ويبدأ يتكلم ويبدأ يتحرك من غير عكاز ويبدأ يمشي لوحده وبعد يجري جاري خفيف ده هو الكلام المقصود مش هقدر امسك كل واحد واعد اشرح له ايه اللي في دماغ عشان انت تفهم انا مش بحسبك على دماغك خلي بالحضرتك فالزمالك مش معناه ان هو خلاص كاس عالم كاس بطولة اوروبا ياخد كاس مصر الزمالك في كبوة وقول ان هو ياخد كاس مصر في ظروف زي دي ده يعتبر زي المثال اللي انا قلته بالظبط زي المثال اللي انا بقولته ان حد عنده ظروف وبدأ بيتحرك واحدة واحدة تانية عشان يطلع بطل زي يرجع بطل زي مكان ده كانونك اتنظر في الكلام اللي انا بقوله مش معناه ان الزمالك مستني كاس مصر طبعا كاس مصر ده فخر وطبعا للاي وبطولة كبيرة للاي فريق ياخده لكن مش معناه كلام من الكلام للأسف بيتاخد مننا حرفي انا مش 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 شرط علي او مش مش ملزم ان انا اقعد افهم كل سهل تسعين مليون واحد لا تسعين مليون لا معلش انا حاحزف الاربعا وربعين مليون بتاعي الزمالك واعود افهم بالخمسين مليون فلا انا بتكلم قول ايفهمني صح يفهمني واني ما يفهمنيش ما يفهمنيش حاجة ترجع لكم لاخن ده الصح الزمالك فريق كبير الزمالك فريق عظيم فانا لما باجي اتكلم عليه واقول ان الزمالك الاسبوع الي جاي حيلعب واملوا انه ياخد كاس مصر اه فعلا املوا ان في الظروف اللي بيمر بيها تخبط في الادارة تخبط لجنة مالية ايه جهاز فني بيتغير لا ايه بيتغير الفريق مهزوم 4-5 مباراة فورا بعض فلازم نبقى الزمالك يعني انا مبارح شايف الاهلي الله يكون فعون جمهور الزمالك يا جماعة يعني انت لو شفتم مبارح الحصر في مباراة الاهلي مباراة الاهلي مبارح الجمهور حيتجنن الجمهور فعلا حيتجنن هزيمة من الزمالك هزيمة من الاسيوطة وطلعوا من خخرجوا من كاس مصر وتعادوا مع الترجي هنا في القاهرة تخيالوا تعالوا شوفوا اللي حصل مبارح في المقصورة ايه اللي حصل يعني تخبط وكلام وزعيق لدرجة ان الكابت محمود الخطيب سابل ملعب ومشي هو مجلس الادارة فعلا لان فيه ناس اتكلمت وفيه اللعيبة فيه الدعم فيه فيه ولكن ده حال القورة جماعة ومالزمالك بقى ايه لكن انا يعني عايز هرجح تاني المضاور الاهلي بس عايز ادخل في معسكر بورج العرب بتاع الزمالك لانه هو النهاردة بدأ وكان فيه اكتر من لقطة عجبيتني بصراحة الجلسات اللي عملتها اللي عملتها الكابتن ايمان طاهر مداري في حراس المرمى مع عمر صلاح عشان يهيقوا نفسيا للقاء طبعا ان عمر صلاح ده يعني لعب صغير وحيلعب وحارس ساعد وحيلعب في مباراة قبل نهاية امام فريق كبير زي ان اسماعيلي وان عمر صلاح حارس مرمى يعني صاعد وواعد وعنده شخصية وهي قد رشيد للزمالك في مباراة زي دي برضو مضوح صعب فكان فيه جلسة كبيرة اول نهاردة بين ايمان طاهر وعمر صلاح وقال له انت لعب كبير وانت المباراة دي هتبقى مولد نجم جديد وانت طول عمرك نجم واي ناشئ في نالة زمالك هو بتولد نجم فبالتالي مش غريب عليك ان انت تحرص مباراة زي تحرص نالة زمالك مباراة قوية زي دي وحيكون المباراة دي ممكن تكون فارق في حياتك وممكن تصعد زمالك للنهاية فالمباراة دي انت بقى تثبت فيها نفسك وتثبت فيها ان انت فعلا حارس مصر القادم لنادي الزمالك النوطة التالية فيه جلسات بيعملها اللعيبة مع بعض وبيحفظوا بعض دي حكا ما كنشوش نشوفها قبل كده دي اللي عمالها خالد جلال يا جماعة اللعيبة بتقعد مع بعض وبتحفظ بعض ولعيبة كبيرة بتقعد مع اللعيبة الصغيرة وبتقول لهم المباراة اللي لازم فيه هدف ان احنا لازم نحققه وان هو الفوز وتحقيق لقب كاس مصر ونسعد الجمهور الزمالك اللي هي بتتمنى البطولة دي عشان الكلام اللي انا قلته مش عشان هو الزمالك محتاج بطولة لا عشان الظروف اللي هو فيها الزمالك لان الزمالك بصراحة الزمالك في المستوى المميز اللي ظهر فيه في الاخر وبعد هزيمة الاهلي وبعد هزيمة الانتاج بصراحة فبصراحة يعني كان دا خالد جلال دي كان دور كبير جدا يا جماعة واللي عجبني في المعسكر حالة فيه تكاتف بين اللعيبة موجودة مع بعض والجهاز وفيه اصرار خالد جلال يعني اصر بصراحة خالد جلال عمل نوع من الحب بين اللعيبة يا جماعة والله العظيم انا بقول لكم كلام من جوا المعسكر نفسه يعني خالد جلال عمل حالة في ناس الزمالك ويعني أشرق اللعيبة مش بس جايز يفنق في تحمل المشئولية وهيئهم نفسية للقاء وقال لهم المباراة مش مباراتنا مباراتكم انتو النادي ناديكم انتو قبل ما يكون نادية أنا كلام كبير موروش غير مدرب كبير ده الكلام الصح اللي هو يقول لعيبة زي لعبت نادي الزمالك لعبت نادي الزمالك دخل المباراة وعندها حابس كبير عشان تساعد تساعد جمهور نادي الزمالك اللي تستهل بصراحة الفرحة في الأيام اللي جاية فعلا جمهور الزمالك منتظرة الفرحة ومنتظرة ناديها في المباراة القادمة